بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء في مدى الصباقون التعليمية أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الثاني اليوم طلاب الأعزاء سنقوم ب حل تدريبات الكتاب درس الممرضة ثم سنقوم ب مراجعة التاء المربوطة والها ثم انشد نشيد الممرضة هيا فلنبدأ معا سنقوم ب طلاب حل تدريبات الكتاب هنا ألفظ الكلمات منتبها إلى نطق التاء والهاي ولكن أولا سنستذكر ما تم أخذه في الحصة السابقة هيا يا مبدعين تحدثنا في الحصة السابقة عن التاء المفتوحة وكيف تكتب التاء المفتوحة وهذه المهارة التي تم أخذها في الحصة السابقة هنا كما نلاحظ تنتق تاء عند الوقف مثل بيت بنت اعتادت فكرت ممتاز هذه المهارة التي تم أخذها وشرحها في الحصة السابقة وتعلمنا في الحصة السابقة أن التاء أيضا في الوصل تلفظ تاء مثل بيت جدتي بنت خالتي بنت الجيران هذه هي تاء مفتوحة كما نلاحظ وتحدثنا في مهارة التاء المربوطة عند الوقف تصبح هاء مثل المدرسة الحديقة الأسرة المزرعة كما تحدثنا وقلنا تنتق التاء المربوطة هاء عند الوقف أما التاء المربوطة عند الوصل كيف تلفظية طلاب أحسن دام تنتق التاء عند الوصل وتكتب تاء مربوطة مثل مدينة العلم مدرسة الآفاق الحديقة واسعة الصلاة خير من النوم هذه يا جميعها تاء مربوطة عند الوصل ممتاز أبدحتم هنا يا طلابي تنتق في جميع الحالات هاء عند الوقف عليها الهاء المربوطة كما تلاحظون هاء متصلة وهاء منفصلة مثل وجه مياه منبه الله هنا مثال حتى هنا عند الوصل عند الوصل مياه البئر عذبة هنا وجه المؤمن منير نعم أحسنتم يا طلاب رائعين من خلال فهمنا للتاء المربوطة والهاء سنقوم بحل هذا التمرين مدرسة 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 عند الوقف تصبح مدرسة عند الوصل مدرسة هنا هنا فنكرر كتابتها هنا كما نلاحظ وجه مياه عند الوصل وعند الوقف تلفظ هاء التمرين الثاني أكتب ألف همزة في الفراغ ثم ألفظ العطاء العطاء الشفاء الدواء ممتاز أحسنتم نقل إجابة على الكتاب هنا يا طلاب الأعزاء سوف نقوم بمهارة الإملاء المنظورة هيا فلنبدأ معا الممردة 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 الدواء الدواء للمريض وتهتم وتهتم بصحته وتعامله وتعامله معاملة 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 حسنة حسنة هيا سنقرأها بجملة واحدة تعطي الممردة الدواء للمريض وتهتم بصحته وتعامله معاملة حسنة ممتاز أحسنتم نلاحظ يا طلابي هنا بعض الكلمات تعطي تعطي ممتاز الممردة الممردة الدواء هنا لام شمسية ممتاز أحسنتم للمريض للمريض وتهتم وتهتم بصحته بصحته وتعامله وتعامله معاملة معاملة حسنتم حسنتم ممتاز هيا يا مبدع أحضر دفتر التدريبات فلنكتسب هذه المهارة وهي مهارة الإملاء هنا طلابي ننتبه إلى التنوين الفتح هيا سأقرأها وأنت ستكتب على دفتر الإملاء تعطي الممرضة الدواء للمريض وتهتم بصحته وتعامله معاملة حسنة أبدعت يا بطل والآن يا طلابي سوف نقوم بمهارة جميلة وجديدة وهي مهارة انشد الممرضة رأيتها نظيفة ناشطة خفيفة بؤادها رحيم وعطفها عظيم لطيفة الكلام تعمل في نظام تطوف بالدواء في الصبح والمساء وتأخذ الحرارة بغيات المهارة تظل كالفراشة تطوف ببشاشة في قلبها حنان يبثه اللسان ممتاز أحسنت هنا يا طلابي أخذنا مهارة الإنشاد سأقوم بقراءتها مرة أخرى الممرضة رأيتها رأيتها نظيفة ناشطة خفيفة فؤادها رحيم وعطفها عظيم لطيفة الكلام تعمل في نظام تطوف بالدواء في الصبح والمساء وتأخذ الحرارة بغيات المهارة تظل كالفراشة تطوف ببشاشة تطوف ببشاشة في قلبها حنان يبثه اللسان وهكذا طلاب الأعزاء تم الانتهاء من الوحدة الثالثة وهي وحدات الممرضة وسنبدأ بالوحدة الرابعة إن شاء الله دمتم بخير طلاب الأعزاء في مدرة السباقون التعليمية شكرا